السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنجهز لرمضان او اليوم رمضان والعزومات رمضان او سواء هنخزنه الطريقة واحدة. يلا بينا هنبتدي. هنشطف الكرومبة بتاعتنا شطفة كده بالمية الاول. الورق اللي بره ونقطعه اللي هو الورق الاخضر. هنفككه. نبتدي بقى على الراس الكرومبة نقورها. طبعا الراس الاساسية بنقطعها خالص بالسكين. اما بقى اللي هتبقى لبقية الراس اللي جوة ديت هنقورها كده تقوير لجوة خالص بالراحة كده عشان نطلعها ونخلي الورق يتفكك معانا ورق ورق. ولازم الورقة تكون مفكوكة حلوة من عند الراس عشان هتطلع معانا من الناحية التانية لانها بتكون ملفوفة على بعض. ولازم الكرومبة الحلوة اللي احنا نعرف نشتريها تكون مش بتدخل لجوة كده. وكل واحنا بنفكك الورق لقينا حاجة لزقة بنروح عندي تأورة الراس ونقع ونرجع تاني نقورها كده ونزبطها. وزي ما انتم شايفين. المية اللي عندنا على النار هنضيف لها اضافات. معلقة ملح كبيرة. معلقة كمون مطحون كبيرة. وقارنفلفل حامي برضو كبير. مش هنفتحها. هنسيبه كده. هنبتدي بالورق اللي هو الابيض خالص اللي هو في قلب الكرومبة من جوة. وهنضيف طبع الحلة اللي احنا شغالين فيها. ويفضل تكون حلة كبيرة طبعا بمقاس الكرومبة. لان هيبقى لس الورق الكبير عايز حاجة كبيرة. فلازم من الاول نبتدي ناخد حلة كبيرة تناسب الورق الكرومبة اللي عندنا. وهنبقى مجهزين مصفة او حاجات هنشتال بيها. ومش هنقلب الورق غير بعد دقيقة. بعد دقيقة يكون خدل كده ولازم نغطي. آآ تغطية الحلة دي حلوة بتخلي البخار يخد الورق من فوق وينزل في قلب المي. يعني هي دقيقة من ناحية دي ودقيقة من ناحية التانية. وزي ما انتم شايفين كده بناخده تحت الحنفية على طول في مصفة في الحنفية نضيف عليها على طول المية. نفتح المية على طول عليه اول ما نروح به وهو سخن. ونبتدي على طول ما نسيبش حاجات. اللي هو الكمية اللي احنا حطيناها مع بعض. نشتالها كلها برضو مع بعض. نبتدي ناخد تاني من ناحية التانية. ممكن ننزل الورق من ناحية الراس الكرومبة. اللي انه بيبقى عند الحتة ديت يعني الورق آآ ساميك شوية. زي ما انتم شايفين كده. الخطوات هي واحدة واحدة وهنشتغل عليها. بس الورق الابيض مش بياخد حاجة على النار ناخد بالنا منه جدا. اما الورق الاخضر هو اللي هيبقى ياخد وقته اطول عنه شوية. زي ما انتم شايفين. كل سنو انتم طيبين وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعارات بكل آآ اكلة جديدة او الطريقة الحاجة آآ نستفيد منها. وكمان اشتركوا لو انتم اول مرة تدخلوا قناة طعم تاني لان فيه مفاجآت وتجهزات كتير. وكمان غير آآ يعني رمضان هيبقها بخير وان شاء الله هنعمل حاجات حلوة كتير. زي ما انتم شايفين الورقة لما احنا بناخدها على طول من مية الداخل الحنفية وتطلحها. بتفضل محتفظة بالقوة بتاعتها. ما تكونش مهرية كده. تكون حلوة كده نعرف نقطعها. نعرف نلف بيها. وبكده بنحفظ اللي احنا ورق الكرومب ما تغضرش مننا ويبقى عندنا ورق كتير. نقدر اللي احنا بنستخدمه ونلفه في المحشي. لان الورق لما بتقطع مننا مش بنعرف بنلفه وبنبوز كمية كبيرة او من كرم. زي ما انتم شايفين بدأت خلاص بقى كده في الورق اللي هو الاجبر. واللي لونه داخل على الاخضر. خلاص كده دخلناه. واخر بقى ورقتين اللي هم الخضر دول بيبقوا بياخدوا وقت اطول على النار عن الورق الابيض. يعني مسلا لو احنا بنسيب الابيض دقيقة. الاخضر ده نسيبه تلات دقايق. آآ من نلفه من نحيتين. ممكن نطفي النار ونسيبه في الحلة. آآ مدة كده خمس دقايق الحاجة. بس كل حاجة اللي فيهم لازم على طول تحت الحنفية. كل ما انطلع ورق بعد ما يكون خلاص تضغطي عليه كده بايدك تحس اللي هو يعني يخد سنة سوى. احنا مش عايزين غير كده. اما اللي هو الورق الاخضر بياخد مدة اطول. الورق اللي انا خرجتها كانت من المتدور الاولاني فلازم تاخد بالك. لو انت سايب حاجة المتدور الاولاني تشتليه. وزي ما انتم شايفين كده بنسيبه بقى يصفى ميته كده ومنش كل الورق مش بنحطه كده فوق بعض وكميات كبيرة لقى كميات صغيرة صغيرة. وبنسيبه يصفى ميته خالص من المياه. وبعد كده هنبتدي نقطعه. التقطيع زي ما انتم شايفين معانا مقصة وسكينة. وبنزبط الورقة زي ما انتم شايفين كده يبقى كلها بطول واحد وبسوة واحد وورقة مفروض. وبنزبط نقصها كده تبع على الحجم اللي احنا عايزينه. بنحب المحشي ورقه صغير يعني طاول شوية زي ما تحبه. بس احسن حاجة الوسط اللي انا زي ما نبقى له كده لعدة عند عقلة الصابع اليد. ممكن ما نستخدمش المقصة ونستخدم السكينة بس زي ما انتم شفتوا كده ونفردها ونبتدي برضو نزبط الورقة وهم حاجة يكون بسوة بعضه. منلفه كويس بسوة بعضه. ونبتدي برضو بالسكينة نقطعه النفس اللي ايه? التقطيعه والحجم اللي احنا عايزين. وله هنخزنه. لازم بقى نخزن بقى يبقى نص الورق اللي هنخزنه. نصه اخضر. لان النص الاخضر بنحنا بنفضل اللي احنا نضيق نحشي في الحلة اللي هو الاخضر الاول وبعدين اللي هو اللونه ابيض ده فوق شوية. الورق اللي هو الكبير زي ما انتم شايفين كده انا طبعا قطعت كمية اه يعني معزم الكرومبا. وبعدين اه لو مسلا انت الاسرة بتاعتك اه افرادها مش كبيرة وعايزة تخزيني بتشوف انت عايزة تخزيني قد ايه وبالله هيكفل اكل قد ايه. زي ما انتم شايفين. وشايفين التقطعات وكلها نفس الحجم ونفس السمك. والورق ما تهدرش معانا حاجة خالص. والعنوق اللي هي بنطلعها ديات ممكن نعملها زي ما انتم شايفين كده شرايح ونخليها في ارضية الحلة عشان المحشي متحرقش مننا بتحافظ طبقة بين المحشي وبين الحلة عشان متحرقش. زي ما انتم شايفين كده. ممكن زي ما انتم شايفينك تجهزوا كم ورقة وتقطعوها كلها مرة واحدة وخلاص عشان تنجزوا يعني. ويبقى مثلا برضو كمان التقطعات بنفس الحاجم. الورق الاخضر ده جميل وعلى فكرة كمت الوزائية اكبر واحلى. ما فيش حد يرمي الورق الاخضر. اهم حاجة نسلوه كويس. ونوزعه بقى هي مع الورق. يبقى مثلا الورق الابيض قد الورق الاخضر لو احنا هنخزنه. او هنشتغل فيه على طول. واهم حاجة نسيب ورق الكرومب يصفى من المية خالص. عشان لو هنخزنه ميبقاش متكتل عليه قطع تلجة ولا حاجة. يكون حلو. نشوفه جميلة. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وطبعا كلنا اغلب معزم الناس بتحب تعمل محشي او اليوم رمضان. او اللي عموما كلنا بنحب نعمل محشي في العزومات. فيلا بقى اجهزه. خلاص ما فيش حاجة. وكل سنة وانتم طيبين. واهم حاجة الخطوات اللي انا قلتلكو عليها ماشوا عليها. والورق يفضل معاكم. حلو ومحتفظ آآ يعني بقوط وكده مبقاش الورق مهري ولا تقطع من نا. حتى شايفين الورق اللي هو خالص جوه في قلب الكرومبا. آآ يعني انا بعرفكم ازاي ممكن تحشبوا. يعني على كل ورقة ينفع تضيف فيها شوية الرز الخلطة. ويتلف فيها صوابع مع الشيء زي ما انتم شايفين. وبكده بنستفيد من الكرومبا في كل حاجة. يعني فيه ناس بتقول بتصلوا بتخلل اللي هو الورق اللي هي العنوء. آآ لو عايزين تخللوا العنوء اللي هي بتاعت الكرومب يعني يخدوها في الاول قبل ما تستلق. لان لما بتبقى في قبل ما تستلق بتفضل بقى رقشتها وطعمها حلو. اما بعد ما تستلق بتهل مش هتبقى حلو خالص في المخلل يعني. آآ لان احنا كلنا بنحب المخلل يكون مقرقش وحل. وعايزين تخللوه خدوا القرون العنوء قبل ما تحطوها على النار. بالطريقة اللي انتو شفتوها سواء بالسكينة او بالمقص. بالسكينة هي بقى اهلة احسن لان الورق هيكون ناشف فهيتقطع. فالسكينة احسن. وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم عليكم. وطابعوني واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرز على الكل. وما تنسوش الكرومب زي ما انتو شايفين كده مفيد. وهم حاجة الاضافات اللي هنضفها في المية بتخلي ما يسبب لنعيش الام في البطن ولا اي حاجة. وكل سنة وانتو طيبين ودي طريقتي في سال الكرومبو بتخزينه. وانا بحب الطريقة ديت اه لانها بحس اللي هي مش بتخدر معايا الورق خالص وبتحافظ عليه. كل سنة وانتو طيبين.